وَقُلْ يَنْزِلُ الْجَبَّارُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ بِلَا كَيْفٍ جَلَّ الْوَاحِدُ الْمُتَمَدِّحُ قُلْ أَيُّهَا السُنِّي الذي تمسك بالكتاب والسنة قُلْ وَلَا تَتَرَدَّدْ يَنْزِلُ الْجَبَّارُ يَنْزِلُ جَلَّ وَعَلَى إلى سماء الدنيا كل ليلة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو أعلم بربه سبحانه وتعالى وما يليق به فقل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وأثبت النزول لله عز وجل وهذا من صفات الأفعال التي يفعلها الله جل وعلا بمشيئته وإرادته متى شاء وهذا النزول تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه جماعات من الصحابة وهو في الصحاح وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مؤلفاً مستقلاً في شرح حديث النزول وهو مطبوع مفرد ومع المجموع شرح حديث النزول بهذا العنوان مجلد ضخم فيجب إثبات النزول لله كما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر وهذا يدمغ المعطلة يدمغ المعطلة لأنه متواتر ربما يقولون هذا حديث أحد كما هي عادتهم لكن هذا ليس لهم فيه حيلة لأنه متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا النزول مثل سائر صفاته يليق بجلاله ما هو مثل نزول المخلوق ما هو مثل نزول المخلوق وإنما هو نزول الجبار جل وعلا كما يليق بجلاله لا نعلم كيفيته وإنما نثبته كما جاء مؤمنين به لا نتأوله ولا نعطله ولا نمثله بنزول المخلوق فهو نزول يليق بعظمة الله جل وعلا راحوا حول هذا الحديث يشرقون ويغربون يريدون التخلص منه فقالوا ينزل يعني ينزل أمره ينزل أمره فيقال لهم حديث فيه أنه يقول من استغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل الأمر يقول هذا هل الأمر يقول من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فهذا باطل وإنما الذي يقول هذا هو الله سبحانه وتعالى قالوا هذا ملك من الملائكة ينزل ينزل ربنا يعني ينزل ملك من الملائكة هل الملك يقول من يستغفرني من يسألني هل من تائب فأتوب عليه هل هذا يصدر من الملك أو يصدر من الرب سبحانه وتعالى هذا من الرب جل وعلا فليس المراد ينزل أمره وليس المراد ينزل ملك من الملائكة لأن الأمر والملك لا يقولان هذه المقالات التي جاءت في الحديث قالوا الليل يختلف باختلاف الأقطار نظرا لدوران لدوران الشمس حول الأرض فهي تدور حول الأرض فيكون نصفها نهارا ونصفها ليلا يكون عندنا نهار ويكون عند الآخرين ليل والعكس لا ندخل فيه هذا من أمر الله فالذي الذي سخر الليل والنهار وجعلهما يتعاقبان جعلهما يتعاقبان هو الذي أخبر أنه ينزل سبحانه وتعالى فنحن نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية كيف ينزل والليل يخضر باختلاف وران اللث الليل يختلف باختلاف الأقاليم نقول هذا لو كان نزول المخلوق الأمر نزول الخالق أو ينزل كيف يشاء سبحانه وتعالى قالوا النزول يلزم عليها الحركة والانتقال فهل الله ينتقل من العرش إلى السماء الدنيا ويتحرك نقول هذا بحث عن الكيفية نحن نقول ينزل كما يشاء لا نعلم الكيفية لا نعلم الكيفية حتى تقول يلزم عليه الحركة والانتقال وإلى آخره هذا بحث في الكيفية ونحن لا نبحث في الكيفية الله ينزل كيف يشاء وهو على كل شيء قدير وهو الذي خلق السماوات والأرض فهو جل وعلا ينزل كما يشاء لا نتدخل في هذا فنحن نثبت النزول كما جاء كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر نثبت هذا ونؤمن به ولا نلتفت إلى وساوس هؤلاء الذين يستدركون على الله كأنهم يقولون إننا لا يليق بك يا ربنا لأنه كذا ولي فهم يستدركون على الله جل وعلا يستدركون على الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم أعلموا من الله وأعلموا من الرسول بالله عز وجل فهذا فيه سوء أدب مع الله جل وعلا الله يثبت النزول وهم ينفونه ويقولون يلزم عليه كذا وكذا من اللوازم الباطلة اشتركوا في القناة